سلام عليكم يعطيكم العافية أنا معكم الدكتورة ياري مكاوي من منصة قمة طبية إن شاء الله رح أكون معكم في محاضرات الفيسيولوجي فيما يخص الRispiratory System وإن شاء الله بالموديولات اللي جاي حابة أحكي لكم بس introduction بسيط إنه دايماً زي ما بتعرفوا أي مادة بالموديول هي جداً مهمة ولكن لازم تتعودوا من هلأ وإن شاء الله للإقامة حتى إنه مادة الفيسيولوجي هي البيسيك وأساس أي مادة ممكن تدرسوها يعني إن شاء الله المحاضرات رح تكون من عادلة قدام لإلكم يعني الأشياء معلومات هتسمعوها مني هتسمعوها من مثلاً نحكي الفارما الباثو كلنا معلوماتنا مترابطة مع بعض ولكن الفيسيولوجي حاولوا إنكم تدرسوها دائماً أول إشي يعني مثلاً إنتوا كيتكم تدرسوا الباثولوجي وإنتوا مو عارفين الأناتومي والفيسيولوجي تبع النورمل عشان تدرسوا الأب نورمل فضروري جداً إنكم دائماً تبلشوا بأي موديول بالفيسيولوجي والأناتومي وبعدين تندرج تحت دراسة الفارما ودراسة الباثو إن شاء الله ما رح أطول عليكم إن شاء الله بالمحاضرة رح تستفيدوا رح نفهم رح نحفظ أي سؤال أنا جاهزة إن شاء الله عقروب التريجرام رح تبعثوا أي شي ناقسكم ومو فاهمين وإن شاء الله بتطلعوا فاهمين وكل شي تمام بالإضافة إنه أنا بحب بالمحاضرة إنه أحكي أشياء خلينا نحكي أي طالب طب بحب مش بس تكون المادة يعني strict إنه خلاص حفظ وإنه أحكي ABC لا أنا بحب أضيف أشياء clinical أشياء رح تشوفوها بالمستشفى عشان إن شاء الله لقدام لما تدخل clinical تحسوا حالكم استفدتوا من موديول الريسبيراتوري من موديول الكارديوباسكولر يعني أي مكان النوع الموديول فإن شاء الله اليوم رح نبلش أول محاضرة هي محاضرة لطيفة كتير بسيطة اللي هي structure and function of respiratory system هدول الأشياء اللي إحنا لازم نطلع فيهم بالمحاضرة اليوم نعرف يعني آخر المحاضرة نحاول إنه نرجع هدول النقاط هل أنا فعلاً آدر إنه عن نقطة الأولى والتانية والتالت والرابعة والخامسة إذا أنا في عندي defect في أي نقطة معناها أنا لازم أرجع أدرس المحاضرة مرة تانية بدايةً أي إشي بالدنيا بدنا نعرف شو الأهمية اللي إحنا مندرسها عشانه فالrespiratory system شو أهميته ما بنقدر نيجي نحكي عن أي system بالدنيا إنه فيه إلو والله بس four functions أو إلو five أو six functions respiratory system it's carry a many or a lot of functions من أهم الفنكشن اللي ما في ولا system تاني بيعمل هاي الفنكشن تبعته اللي هي الغاز exchange اللي بيميز الrespiratory system أصلاً إحنا تخيلوا حالكم respiratory system مش موجود أصلاً ففعلياً إنتوا ما رح تقدروا تعملوا غاز exchange شو أنا بقصد بالغاز exchange بدي أفتح صفحة صغيرة ونحكي شوي على جنب بعدين نرجع للسليد فعلياً إنتوا تخيلوا إنه إحنا عنا اللونج أوكي فإحنا شو بتخيللنا دائماً لما أنا أحكي غاز exchange يعني أنا في عندي two غاز وأهم غازين بالدنيا اللي هما الO2 فينا السي O2 أكيد هدو المعلومات مرين عليكم بس أرتب لكم أفكاركم بما إنه إحنا عم نحكي عن introduction هلا أنا الأهمية اللي عندي إنه التشو والأورغنز بالجسم إنه يوصلها أكسجن وتطلع سي O2 تمام الخلايا نتيجة الميتابوليزم وكل هاي الأشياء أكيد هتطلع سي O2 فإنتوا تخيلوا إنه إحنا ما في عنا respiratory system رح يضل عنا السي O2 معبى ومخزن جوه الخلايا وما عم بيطلع وما في عندي أكسجن فعشان هيك respiratory system أهم شي إنها بتعمل غاز إكسجينج هي بتعمل تبادل للغازات بتحب تطلع دائماً سي O2 هي ما بتحب إنها تضلهم خزنة سي O2 وبالتالي بتحب إدخل أكسجن أوكي فعشان هيك لقدام بالباثولوجي لما تيجي تدرسوا رح تدرسوا disorder في respiratory system من أهمها إنه أنا صار في عندي مشاكل بال respiratory system بطلت قادرة لا هي تطلع سي O2 ولا تدخل أكسجن فبالآخر المريض إيش رح يصير في عنده هو مش قادر يدخل أكسجن معناه الخلايا ما عم تاخد أكسجين أبداً رح يصير إشي عندي اسمه hypoxia hypoxia معناه أنه صار في عندي نقص بالأكسجن فهذا الإشي اللي إحنا ما بدنا إياه والحمد لله respiratory system موجود وشغال منيح برضه ممكن disorder إنه الخلايا مو قادرة ولا المسلز قادرة إنها تطلع سي O2 وبالتالي رح يصير في عندي إشي اسمه hypercapnia hypercapnia معناها إنه أنا صارت جسم مليان سي O2 ما عم بقدر يطلع سي O2 أوكي فهاي أهم إشي وأهم function للrespiratory system إنها بتعمل gas exchange وهلا منحكي لأقدام in details إنه كيف بصير الغاز exchange بس بديكم تتخيلوا إنه فعليا لو ما صار غاز exchange شو ممكن يصير أوكي فهذا أول إشي بدي إياكم تكونوا عارفين تاني إشي respiratory system والrenal system هاي اختصار respiratory والrenal system وفي عنا الpofer system أخذته زمان أو رح تاخده إن شاء الله إنه الجسم عادة دائما البي أتش بيحاول إنه يحافظ على حموضة الدم فإذا زالت حموضة الدم هذا عبارة عن مرض إذا قلت عبارة عن مرض فدائما هو بيحب البي أتش هي الحموضة لازم إنها تكون دائما ضمن normal range إيش هو normal range اللي هو عبارة عن 7.35 لسبعة وخمسة واربعين أي شي زاد عن السبعة وخمسة واربعين إحنا عم نحكي عن alkaline أنا عم بحكي عن صار إشي قاعدي أي إشي قل عن السبعة وخمسة وثلاثين إحنا منحكي عن acidic acidic يعني صار في عندي حمض فضروري إنكم تكونوا عارفين إنه لازم الجسم بغض النظر مين رح يعمل regulation إنه البي أتش تضلها ضمن normal range أوكي في عندي ثلاثة system بالجسم بعملوا regulation لهاي حموضة الجسم أهم إشي وأول واحد بطلع هو buffer system يلي respiratory system آخر إشي بيشتغل الrenal هو الأبطأ أوكي فدائما إعرفوا الأسرع هو البفر يلي respiratory بعدين يلي الrenal طيب إحنا موضوعنا طيب ليش عم تحكي لنا عن renal والبفر as a summary ولكن أنا بحكي هلأ in details عن الrespiratory طيب الrespiratory كيف هيعمل regulation إذا صار في عندي مشاكل بالثموضة هلأ أنا ما رح أدخلكم بديتيلز بس بدياكم تتخيلوا إشي simplified هلأ تخيلوا إنه صار في عندي أسدك معنى الأسدك إنه CO2 صار كتير عالي بالجسم دائما بدياكم تعرفوا إنه CO2 هو عبارة عن أسدك إذا زاد صار أسيدوسيز إذا قل بصير عندي الكالوسيز فتخيلوا الجسم دخل في حالة أسيدوسيز صار في عندي CO2 كتير بالجسم شو عندي طريقة أنا بقدر أتحكم فيها وأتخلص من CO2 والله يزيد الرسبيرات ريت شو يعني يزيد الرسبيرات ريت يعني يصير تنفس سريع تخيلوا إنتوا هلأ لو إنتوا عم تسمعوني تنفسوا سريع اعملوا طلعوا CO2 سريع وبالتالي أنا عم بطلع CO2 سريع أنا عم بقلل من الأسد الموجود عم بحاول أرجع البي أتش للنورمال تمام هذا إشي سيمبل يعني هو بصير كمان ديتيلز أكتر ولكن بدياكم تتخيلوا إنه شو دور رسبيرتوري سيستم بالبي أتش أوكي فهاي بطريقة يعني مبسطة هلا نرجع هون حكينا إحنا عن الغاز إكسجينج حكينا كيف إلو دور بالريجوليشن أو باتي بي أتش كمان إحنا لقدام حنحكي إنه لما نيش نستنشق أي هوا بالدنيا مستحيل يكون الهوى خالي من أي شوائب خالي من أي بارتكل خالي من أي بكتيريال أو فيروس أوكي فأي هوا بالدنيا إحنا بنتنفسه أكيد فيه بارتكل في اشياء بتأذي اللي أنا خايفة عليه لتحت الألفيولاي رح أحكي لكم عنه كمان شوي فإنتوا بس هلا أخلوا في بالكم إنه هو بيحميني من أي بارتكل بره بتنفسه من الهوى وححكي لكم عنه لقدام إن شاء الله أوكي وبرضه فوكاليزيشن خلوها عجنب عشان نحكي عنها لقدام هلا ريسبيرتوري سيستيم طلعوا على الصورة وكتير مهم لكم تعرفوا الصورة وتتخيلوا ريسبيرتوري سيستيم هو عبارة عن بيبلش منيزل بعدين في عنا الفارنكس في عنا اللارنكس بعدين هنا في عنا الإسوفيقس لا مش من ضمنه في عنا هنا التريكيا بعدين في عنا البرونكس والبرونكيون أوكي فهذا كرسبيرتوري سيستيم بشكل عام ولكن عشان لأهداف معينة رح نحكي عنها كمان شوي ليش قسموا الرسبيرتوري سيستيم قسموا الرسبيرتوري سيستيم بدياكم هيك هيك ترسموا خط هيك أي شي فوق الخط هذا upper respiratory tract أي شي تحت الخط هو عبارة عن lower respiratory tract أوكي إحنا موضوعنا لازم أنه نحكي فيه هو lower respiratory tract هذا لا يعني أنه الأبر مش مهم ولكن موضوعنا إحنا اليوم أنه نحكي عن أشياء gas exchange وهكذا إحنا ما عم نحكي عن مثلا مشاكل swallowing وهي الأشياء هيتأخذوها بالGI ولكن إحنا موضوعنا هيكون عن lower respiratory tract أي شي فوق larynx pharynx النوذ كل هدول عبارة عن upper respiratory tract إحنا موضوعنا عن lower respiratory tract تمام حكينا عن هدول شو الفونكشن هلا أنا بدي إياكم تعرفوا وروح نبلش نحكي عن lower respiratory tract اللور بيبلش من trachea شايفين دار سمها هون عجنب عنا بتبلش عنا من trachea هاي trachea والله بعدين بصير لها division بتنقسم لشغلتين مهمات اللي هما منسميها broncus فعنا احنا هون right broncus وفي عنا left broncus تخيلوا احنا هون لازم تخيلوا الرسم كتير منيح هي شعب من broncus right من و left من طالوا ما اكبرها بعدين بتنقسم لbronchiol كيف artery arterial اشي مصغر منه فهون رح تنقسم لbronchiol bronchiol معناها جزيئات صغيرة تمام حتظلها تنقسم طيب في حدا منكم ممكن يسألني لما ترح تظلها تنقسم طلعوا قدي لتظلها تنقسم كم يعني ألف مرة مليون مرة بتظلها تنقسم لثلاثة وعشرين مرة اوكي هاي الانقسامات احنا منسميها generation generation يعني أحفاد يعني والله في أول حفيد ثاني ثالث اوكي فهاي المين bronchiol رح تنقسم لprimary bronchiol بعدين secondary بعدين tertiary بعدين تدخل بالbronchiol بعدين تدخل بالأشياء الصغيرة اوكي فهاي الانقسامات حضلت تنقسم لثلاثة وعشرين قسم اوكي فاتخيلوا الرقم كتير مهم فإذا شفتوا اللي هو حرف G G فهو G0 هذا لسه ما انقسم 1 بلش أول انقسام 2 هاي تاني انقسام 3 وهكذا لحد ما يوصل لثلاثة وعشرين generation اوكي هذا كتير مهم تكونوا عارفينه طيب عرفنا انه والله اوكي بتنقسم وفي عنا برونكيول وبرونكس فلازم تعرفوا شو التكملة اللي بتصير فعنا اول اشي اللي هي التريكيا ولازم تتذكر الرسمة هاي كتير عنا الاتريكيا بعضيان حكينا البرونكس مين برونكس رايت وليفت وبعدين تنزل le bronchule بتضلها bronchule, bronchule, bronchule لحد ما أوصل للجيناريشن 16 لحد جيناريشن 17 هذا أنا بسميها terminal bronchule هذه خلاص ببطل بتبطل اسمها bronchule terminal bronchule بصير في اسمها respirator bronchule فأنا بدياكم تتخيلوا نحن في عندنا تحفظوا الأرقام أنا بحكيها في عندي 23 generation بتضلها برونكيول برونكيول لحد 16 هون اسمها تيرمينال برونكيول بعد 16 بتبطل اسمها تيرمينال برونكيول بيصير اسمها ريسبايراتوري برونكيول إذن أنا كم عندنا برونكيول في عندنا تريكيا في عندنا المين برونكوس بعدين في عندي برونكيول تيرمينال برونكيول في عندي ريسبايراتوري برونكيول أوكي بيبضلها ريسبايراتوري برونكيول أوكي بعدين بيصير في عندي الالفيولر الالفيولر اللي هي الالفيولوي اللي أنا أصلاً بستفيد منها بالغاز اكستينج فلازم تعرف أنه في عندي أكتر من ديفيجن طيب شو ميزات الديفيجن هدول عن بعض تخيلوا هذا شوفوا اللي أنا رسمته هون لحد جنريشن 16 فيه لونين مختلفين من جنريشن 0 لجنريشن 16 هاد ما إله دور بالغاز اكستينج هاد زي ممر الهوى كيف لما أحكي لكم أنتوا عندكم امتحان وضلكم ماشيين بالكاريدور رح يوصلكم لباب الامتحان هاد كله ممر ما في تبادل ما في تبادل للغازات هاد كله ممر هاد الممر بسميه dead zone dead يعني ميت ما فيه تبادل للغازات أو بسميه الconducting zone فهاد الزون ضروري تعرفوا إذن إحنا الrespiratory system أسمناه upper ولور هلا إحنا عم نحكي عن اللور اللور أسمناه the two main parts في اللي تحت هلا منحكي عنه واللي فوق اللي هو dead zone أو الconducting zone هاد الconducting zone حكينا هو عبارة عن ممر هذا الممر ما بيصير فيه أي gas exchange نهائيا شو فوائده هلا منشوف لقدام المهم انكم اتميزوا انه هاد الأخضر اللي فوق ما بيصير فيه تبادل للأكسجين وثاني أكسيد الكربون هاد عبارة عن ممر فقط بيوصلنا لتحت هاد التحت من جنريشن 17 لجنريشن 23 هون بيصير فيه عندي تبادل الغازات والغاز exchange هاد منسمي respiratory zone ما منسمي conducting اللي هو ما في gas exchange أصلا تحت ال16 ال16 generation هاد احنا منسمي هون عبارة عن respiratory zone وهاد الحمد لله انه موجود هو المسؤول عن الغاز exchange تمام اذا احنا صرنا عارفين انه في عنا two main zone رح تشوفوا في كتب انه في منطقة بسموها transitional zone transition هي مرحلة انتقال من مرحلة لمرحلة تانية transition هي المرحلة الانتقالية فممكن تقرأ في كتب انه 17 و18 و19 هاي مرحلة transition transitional zone يعني انتقلت من dead او الconducting zone للrespiratory zone تمام طيب من الفروقات كمان لازم تكونوا عارفينها انه هاي المنطقة بتكون فيها مليانة cartilage خاصة البرونكاي البرونكاي يعني اللي بيميزها اصلا اذا جاكم سؤال شو اللي بيميز البرونكاي عن البرونكاي عن الالفيولاي انه البرونكاي مليان cartilage البرونكاي وهاي المنطقة كلها there is no there is no cartilage at all يعني ما بقدر حتى احكي انه يعني في شوي ما في فهذه اهم الفروقات بين اللي فوق والتحت ان اللي فوق في cartilage اللي فوق عن لتحت طلعوا شو بحكي انه احنا كل ما مشينا لتحت رح يصير في عند الالفي رح يكون اصغر smaller and narrower and shorter طلعوا هون كيف اطول هون عم ببلش يقصر ويصغر وحتى سمكو ويعني دياميتر تبعو بيصير اقل طلعوا هون كيف واسع طلعوا هون كيف بلش ضيع برورة تعرفوا هاي المقارنات وهاي المقارنات ما رح تعرفوها غير اذا تكونوا بتذكرين الصورة كمان بدي احكي لكم شغلة تانية هلا بالهستولوجي رح تاخدوا لقدام انه كل مثلا كل مرحلة شو اللي تتو الكفر بشو هاي المنطقة الكون دكتينج زون تتو الكفر ب سودو سترتيفايت كولمنار التسلس رح تفرز لي اشي اسمو ميوكس هاد الميوكس زي كيف احكي لكم صمغ هاد شو فايت انه والله اذا نزل اي بارتكل مع الهواء اي اوساخ اي اشي فورا بلزق بهاي الميوكس فاللي بيميز انه مليان ميوكس فوق هاي المنطقة الخضرة مليان ميوكس فعرفتوا كيف المنطقة الكوندوكتنج زون كيف ممكن انها تحميل الهواء اللي داخل وتنطفو اهم اشي بهاي الطريقة لانها تسويل كوفر بالسودو سترتيفايت كولمنار اللي مليان جوبلت سيلز والجوبلت سيلز بيميزها انه بتفرز الميوكس هاي الميوكس بتميز اللي هي الكوندوكتنج زون عن الريسبايراتوري كل ما نزلت لتحت كل ما يعني كل ما قال عندي الميوكس سيكريشن لانه راح تبطل بسودو سترتيفايت كولمنار وبتصير بكوبويدل سيلز كمان النمبر سيليا سيكريز السيليا هي عبارة هاي تخيل الخلية هيك بتكون وبتكون هدول الشعيرات اللي بتكون على الخلايا اللي مثلا اذا صار في عندنا اي باثوجين او اي ميوكس مثلا هون صار بتصير تحركه وتحاول انها تطلعه اوكي فهاي انا بسميها سيليا السيليا موجودة بكثرة فوق ولكن كل ما نزلنا لتحت السيليا بتقل اوكي هلا المعلومة الحلوة انه اللي بيميز انه الاشي المتشابه بين الكوندكتنج زون والرسبيراتوري زون انه اتنيناتهم في عندهم smooth muscles ولكن بيكون اللي تحت الريسبيراتوري زون فيها smooth muscles اكتر ولكن اتنيناتهم موجودة عندهم smooth muscles اوكي هدول الديفيرنس ضروري ضروري تكونوا عارفينهم السيليا سريع احنا حكينا كم جينيريشن عنا قديش البرونك يول بلاتين اثم 23 انقسام اوكي حفظنا لحد رقم 16 بنتهي عنا الكوندكتنج زون عند انتهاء التيرمينال برونكيول بتبلش الريسبيراتوري عند نهاية التيرمينال برونكيول يعني عند بداية الريسبيراتوري برونكيول اوكي شو اللي بيميز الكوندكتنج عن الريسبيراتوري الكوندكتنج ما في gas exchange طلعوا كيف الدياميتر وايد دياميتر اوسع تمام اطول من الريسبيراتوري زون هون مليانة ميوكس مليانة جوبليت سيلز اوكي السموث موسيلز اتنيناتهم بتين عندهم سموث موسيلز ولكن ريلاتيف اللي حكينا بيكون تحت السموث موسيلز اكتر من فوق اخر شي بدي احكي لكم عنه اللي بيميز المنطقة الخضرة هون عن المنطقة الزهرية اللي هون البلد سبلاي ما يغوركم انه احنا عم نحكي عن ريسبيراتوري معناها انه كل الزونات اللي هون هتاخد بلد سبلاي من البلمونري سيركيليشن هلا الريسبيراتوري زون لانها منطقة الجاز اكسجينج يس هي بتاخد من البلمونري سيركيليشن ولكن وعنا هون الكوندكتينج زون فهي بتاخد من السيستيميك سيركيليشن تاخد من البرونكيا الارتري اللي هو البرانش اف اورتا فبالتالي اذا مين رح ياخد من البلمونري سيركيليشن اللي هي المنطقة اللي انا مهمة عندي بالجاز اكسجينج مين رح تاخد من السيستيميك سيركيليشن اللي هي الكوندكتينج زون انا بحب انه تقعدوا على السلايد تعيدوا تديدوا فيه تفهموا بعدين تروحوا تقرؤوا السلايد اما احنا نروح هيك نقرأ السلايد فانا ما بحب ابدا قراءة السلايد بحب تكونوا فهمين الموضوع ممكن رسمة واحدة تدرسوها تفهموا كل الاشياء المحاضرة لقدام هاي هون نرجع منحكي انه هون الجينيريشن لحد عندنا 23 ونعرف رقم 16 طلعوا هون حتى تميزوا منيح وتعرفوا الصورة هاي رسمة ثانية توضيحية طلعوا هون 17 18 19 اوقات بحبوا عنها transitional zone هون في حلو هذا الجدول كتير هو بفرق الاشياء اللي حكيناها البرونكوي والتير من البرونكيول عن الريسبايراتري برونكيول هلا الالفيولاي مش موجودة بالconducting zone اللي حكينا عنها اصلا اللي بيميز الريسبايراتري zone انه فيها الفيولاي عشان يصير في gas exchange فالالفيولاي مش موجودة بالconducting موجودة بالريسبايراتري برضو حكينا عن البرونكيول انه البرونكيول من وان بتاخد البرونكيول حكينا من السيستيم اك سيركيليش اللي هو البرونكيول الارتري بينما الريسبايراتري بتاخد من البلمونري ارتري بالنسبة واتفقنا ليش الجوبلت سيلز بتكون عالية فوق وكل ما نزيل لتحت بتقلب اوكي اخر اشي السموث موسيلز اتفقنا انه في بوث اف ديم في عندهم السموث موسيلز وليش اهمية السموث موسيلز لانه رح نشوف لقدام رح يصير بال ايروي كونستريكشن او دايلاتيشن رح تتوسع القصبات ولا تضياء القصبات بناء على استيميليشن معين هنحكي عنه لقدام برضو هون انا بحب يعني السلايدات انه احطها عشان نكون حكيين كل شي وضفت لكم كمان اشياء زيادة في عنا هون حكينا من 0 لل16 هي عبارة عن Dead Space او الConducting Zone هي فعليا الفونكشن تبعها انه تجيب للهو اللي بره من External Environment ودخله تحت للRespiratory Zone هون بالConducting Zone there is no alveoli no air exchange no respiration متى بنتهي عند انتهاء التير من البرونكيون عنا الRespiratory Zone عنا Transition 17 18 19 هذا كل الRespiratory Zone هاي الصورة تانية هون التريكية مرة تانية في عنا المين البرونكس بعدين نبلش الانقسامات الانقسام الاول التاني التالت بعدين البرونكيون بظلها تنقسم لحد ما أوصل للتير من البرونكيون وانس انه وصلت للتير من البرونكيون راح ندخل بالRespiratory Zone واللي هو الRespiratory Bronchi هاي جدول المقارنة جبتلكم اياه كمان كتير حبيته اذا الconducting هاي اول 16 airway generation هون اخر سبعة التريكيا تتير من البرونكيون تمام هون من الRespiratory Bronchi للAlveoli هون فيها Cartilage هون ما فيها Cartilage هون ما في gas exchange هون في gas exchange والgas exchange هون اللي بيصير بدي اياكم تعرفوا لقدام احنا راح نحكي اكتر بس by diffusion اللي بيصير exchange باي اشي بعملية اسمها diffusion ممكن اخدتوها بالgeneral physiology من قبل اوكي الفunction تبع الconducting zone انه يدفي للهوا يرطب ينطف حتى يعمل filtration لإله بقدر الامكان اوكي لكن هون اهم وظيفة لإلها هي exchange هون من وين بياخد من البرونكيال circulation اللي هي systemic circulation بينما هون بياخد من pulmonary circulation منيح مش معمول لفلتريشن يدخل direct للالفيولاي انا اكتر اشي بهمني اللي هو الالفيولاي اكتر اشي بهمني بالrespiratory expiratory zone اللي هي الالفيولاي الالفيولاي هي function unit بالغاز exchange لو لاها ما بيصير الغاز exchange اوكي فالconducting zone برضو غير انها بتعمل warming وهي modification وفلتريشن للهوا برضو احنا لو لاها ما بنعرف نشم ليه لانه الفاكتوري ريسيبترز اللي هو ريسيبترز المسؤول عن الشم موجود بهاي الزون بتخيلوا انه اكل قدامكم وسكروا انفكم مستحيلكم تشموا تمام برضو هي مسؤولة عن conduct the sound during speech تخيلوا حالكم عم تحكوا طبيعي وفجأة اضغطوا على انفكم وإحكوا حيتغير الصوت تمام اخر اشي هي حكينا انه كيف بتعمل protective function كيف بتعمل filtration حكينا بتكون مليانة بميوكس وبعدين بصير في stick لهاي particles على ميوكس طيب وصار stick وبعدين في two main reflex موجودين ومسؤولة عنهم الconducting zone اللي هو الكف reflex والsneezing reflex هلنا رح نحكي لقدام حكتلكم صور عنهم انه كيف بتصير هذا الreflex فانتو تخيلوا انه هاي الparticles نزلت ووسطت الconducting zone وكانت مليانة بميوكس وكي ولزقت بهاي الميوكس طيب وبعدين هلأ بيفتح لكم على السلايدات القدام عشان شوفوا بعدين شو بصير هلأ بيعتمد على حجم الparticles إذا كان عنا حجم الparticles من 2 2 ل10 ميكرو ميتر تمام هون اتو الانيشيات الكف reflex إذن إذا كان أقل من 10 ميكرو ميتر هو هون رح يشتغل عندي tough reflex طيب tough reflex كيف رح يشتغل الآن الريسبترز موجودة وين موجودة بهاي الزون بالconducting zone موجودة بالأبي glottis موجودة بالlarynx بالتريكيا بالبرونكاي بالتونسلز موجودة في كل هدول رح يصير في stimulation لما يصير stimulation تسول ايش اكتيفيت هاي الريسبترز هاي الريسبترز لح تشتغل عشان الريسبترز يشتغلوا اخدتوا بالجنرال فسيولوجي رح لازم تبعث اشارات للمخ انه والله يصار في عندي stimulus اتصرف فهاي الاشارات رح تبعثها بواسط نيرف هاي الاشارات منسميها afferent نيرف الafferent نيرف رح يحمل هاي الاشارة ويوديها للكف center الموجودة وين بالمضلة فوق بالهاير center فلما تنبعث الاشارات بال afferent نيرف وتوصل لهذا السنتر المخ بفهم انه او والله في عندي انا foreign body ولازم تنشيت لازم ابلش اني اقوح لازم اعمل الكوف رفلكس فبدأ تبعث اشارات للمسلز تبعون الريسبيراتوري تمام فكيف تبعث الاشارات تبعون الريسبيراتوري رح تبعثها بواسطة ال efferent نيرف فاذا الاشارات من الريسبترز تبعثهم للمخ تبعثهم بال afferent نيرف بدأ ترسل اشارات للمسلز انه يلا اعمل الكوف رفلكس بال efferent اعرفوا انه ال afferent نيرف اللي بيحمل الاشارات هو ال vegas نيرف اوكي تبع الكوف رفلكس ال vegas نيرف الاثنين لعشرة رح تصير اكتيفيشن لمين للكوف رفلكس طيب اذا كان عندنا البارتيكلز اكتر من عشرة فرح اتو اكتيفيات السنيز هاي السنيز رفلكس اوكي نفس الفكرة رح تصير في اكتيفيشن للريسبترز الريسبترز موجودة بالنيزل لميوكوزا بعدين الافerent رح تحمل الاشارات للهاير سنتر للمضلة بالتراي جيمينل هناك كان بالفيغاس بعدين لما يوصل للسنتر الاشارات رح بدو يبعث للمسل تبعت الترايكيا والريسبايراتوري انو يلا اعملوا سنيز رفلكس رح تبعتهم برضو بالتراي جيمينل والفيغاس نيرف اوكي فهاي اس اثماري حبت احطلكم اياها في حال تعرف طولها لقدام انو والله اي بارتكلز بنزل اذا كان التنين لعشرة مايكرو او اكتر من عشرة فبالتالي تسويل اكتيفيت وهاي رح تكون شغلة الكوندوكتينج زون طيب في حدا منكم ممكن يسألني طيب اذا كان البارتكل اقل من تنين مايكرو ميتر شو الحل ما للأسف انها رح تنزل ورح تدخل الريسبيراتوري زون وممكن تدخل الالفيولاي ولكن من نعمة ربنا انو بالالفيولاي رح نحكي كمان شوي في موجود عندي ماكرو فيج هاي الماكرو فيج هي بتعمل انقلف بتبلع اي بارتكلز اي جسم غريب فبتبلعو فللأسف انو اذا كان البارتكل اقل من تنين فبالتالي رح يصير في عنا تنزل الالفيولاي اوكي هاي هون حكفلكم عنها هون في عنا اذا كان اكتر من عشرة سنيه زؤال من عشرة تسوي الانشيات الكف رفلكس اوكي وهون طلعوا هون عنا الGOBLIT سيلز الGOBLIT تعمل الميوكس سلاير وهيك بتصير ترابط بتلزق اي بارتكلز موجودة بتلزق بهاي الميوكس سلاير هلا انا قلتلكم قبل شوي انو في عنا سيليا بتكون موجودة السيليا اللي هي هيك شكلها تخيلوا انو هاي السيلز وهاي السيليا في عنا مرض وما رح ادخلكم فيه بديتيلز هلأ يعني حرام تعرفوا هلأ انتم مودرتين بثولوجي ولا اشي بس رح احكيلكم عنه في عنا مرض اشي اسمه سيستيك فاي بروسيز هو مرض يعني بيكون المرض ونوع الانهيريتنس تبعه تسوم الريسسيف الفكرة فيه انو تكونوا عارفين انو اي وين الدفكت الدفكت بيكون في عندي بالCFTR جين هذا الCFTR جين رح يعمل مشكلة بالCFTR بروتين تمام CFTR بروتين رح يبطل يشتغل شغله طبيعي هلأ شو الفكرة فيه انو انا بس بدي اياكم ميوكا سيكريشن البانكرياس الجي اي سيكريشن هدولا كلهم رح يكونوا ثيك سيكريشن مش زي السيكريشن الطبيعيين مش زي يعني السوائل اللي بتفرزها اي جسم طبيعي بتكون السائل يعني ثن لا بيكون ثيك ليش لانو رح يمنع انو الكلورايد يدخل لاي سائل الا اذا الكلورايد ما دخل لاي لأي سيكريشن رح يمنع المي بتلحق الكلورايد فبالتالي ما في مي رح توصل لهذا السيكريشن فهذا السيكريشن لا فيه كلورايد ولا فيه مي فبالتالي رح يكون السيكريشن كتير ثيك فتخيلوا انو والله هاي السيليا وفي ميوكاس وهذا الميوكاس كتير ثيك كتير ما فيه كلورايد قلتلكم المشكلة بالكلورايد والمي تلحق الكلورايد فالمشكلة بالستيك فاي بروسيز إنه أي سيكريشن عندهم بيكون ثيك فاتخيلوا هون هاي المثل الميوكوس كتير ثيك والسيليا حتى مو قادر إنها تحركها فبيبلش البي بصير عنده مشاكل بالكلمونري بيكون عنده ريكرانت انفكشن كتير في عنده التهابات فاتخيلوا هون مو قادر السيليا تشيلها فهاي جود انفيرومنت إنه صير في أوفرغرث البكتيريا صير في عندي انفكشن وبرضه بيأثر على الجي آي بيأثر على البنكرياس بيأثر على أكتر من أورغانز فكتير سيئ هذا المرض والله يشفي جميع المرضى فاعرفوا عنه هذا الاشي هاي هون الكوندكتينج مرة تانية برضو حكيت لكم هاي الأشياء هاي الكوف ريفليكس هاي السنيز ريفليكس هلا هون البلد تبلاي اعرفنا إنه البرونكيال سيركيليشن اللي درينيج بيكون باي بولموناري فين نيجي نحكي عن النيرف سبلاي هلا النيرف سبلاي احنا اتفقنا إنه سواء كان كوندكتينج زون أو سواء كان ريسبايرتري زون اثنيناتهم في عندهم سموث موسيلز هلا طبعا أكيد انتو تخيلوا إنه قصباتكم الهوائية دايما نفس الإشي يعني ما فيه إشي يوسع القصبات والإشي ديئها فهذا الإشي كتل واحد حيتغلب معه فالحمد لله إنه البرونكاي والبرونكيول هم تحت تأثير الـ اوتونوميك نيرف السيستم وأخدتوا بالفارماكولوجي يعني نيرف السيستم أخدتوا إنه في عنا بارا سمبثاتيك وفي عنا سمبثاتيك خلينا أكتب لكم إياها مع جانب في عنا البارا سمبثاتيك وفي عنا السمبثاتيك البارا سمبثاتيك وإحنا قاعدين هلا إنتوا قاعدين طبيعي عم تشربوا عم تتغدوا إنتوا قاعدين في حالة بارا سمبثاتيك مرتاحين هلا السمبثاتيك اللي هي fight or flight اللي هو إنتوا رايحين تقاتلوا اعتبروا حالكم عم تركضوا أيمين على مشكلة هاي عبارة عن سمبثاتيك أوكي فالبارا سمبثاتيك الرسيبترز المسؤولة هي عبارة عن اللي هي المسكارينك رسيبترز أما السمبثاتيك فهي البيتا رسيبترز والبيتا رسيبترز تتذكروا بيتا وان إحنا ما في عنا غير هارت واحد إذن بيتا وان للهارت بيتا تو إحنا عنا تو لانجز فبالتالي البيتا تو رسيبترز هي الموجودة على الالفيولاي أو سري موجودة على البرونكالي وبرونكيولز فالبارا سمبثاتيك إذا إحنا قاعدين بالوضع الطبيعي الإوتونوميك نيرفا سيستم إتسويل أكتيفيت البارا سمبثاتيك يعني إتسويل أكتيفيت المسكارينك رسيبترز أوكي مسكارينك رسيبترز هي إشي ريليتد لبارا سمبثاتيك هلأ المسكارينك في حالات البارا سمبثاتيك رح يصير في عنا برونكيو كونستركشن يعني هذا إشي منيح يعني أنا مو بحاجة إني أوسع قصبات الهوائية ليش أوسعهم وأنا قاعدة بوضع مريح لكن بالسمبثاتيك بالبيتا تو ريسيبترز إتول إيش إيش رح يصير الأكشن رح يصير في عندي برونكو دايليشن رح تتوسع عندي القصبات الهوائية تخيلوا أنتو عم تركضوا وفي عندكم برونكو كونستركشن بدكم أنتو أكبر كمية هوا تدخل برونكو دايليشن فالحمد لله إنو إحنا في عنا سمبثاتيك وعنا البارا سمبثاتيك سمبثاتيك حتعملي برونكو دايليشن البارا سمبثاتيك حتعملي برونكو كونستركشن تمام؟ الآن خلال اليوم البرونكيالتون البرونكيالتون معناها إنو يصير في عنا سمبثاتيك ويصير بارا سمبثاتيك يعني برونكو دايليشن برونكو كونستركشن هيك بنحكي برونكيالتون فالبرونكيالتون خلال اليوم بتغير ففي عنا رقمين تعرفوهم في 6 AM في عنا 6 PM هلأ تخيلوا حالكم أنتوا صحيين الصبح تمام فلسه بتكون عندكم الماكسيمم برونكو كونستريكشن بعدين تصحوا بتلبسوا على الدوام بيبلش ها يفكي البرونكو كونستريكشن بيبلش يدخل برونكو دايليشن بعدين بيزيد بيصير برونكو دايليشن برونكو دايليشن بوصل الماكسيمم برونكو دايليشن على 6 PM فإذن لما كل ما مشينا بالنهار بالتالي بصير في عنا برونكو دايليشن لكن الصبح بالإيرلي مورنينج وخلال أول اليوم بيكونت لعندي برونكو كونستريكشن نيجي هلأ نحكي عن الفونكشنال يونيت وأهم إشي بالرسبيراتريزون اللي هي الألفيولاي الألفيولاي أنا دائماً بحب أرسمها هيك عشان يعني تتخيلوا فأنا بدي أفتح صفحة جديدة والإشي إحنا كم عندنا ألفيولاي تقريباً في 300 مليون ألفيولاي موجودة بالبوثلنج تمام؟ هاي في حالة الأدلت دائماً أنا بحب أرسم الألفيولاي هيك كرسم تقريبي تمام؟ فهاي عبارة عن الألفيولاي طبعاً هايك ما منشوف شكلها بس أنا عشان رسم تقريبي دائماً الألفيولاي لازم تكون في محيطة عندنا هون بالكابلاري ليش؟ عشان يصير في عندنا الإكسجينج فشو اللي بيصير بالضبط؟ بيصير إنه والله الكابلاري بتكون جايب والله الأكسجن بتكون جايب السي أو تو بعدين بتقول للألفيولاي خلي السي أو تو خلصيني منه تعطيها السي أو تو وبتحكي للألفيولاي هاتي الأوتو اللي جبتيه خليني أوزع على الأوريغان زوعة تيشو أوكي؟ هاي عملية باي ديفيوجن فلازم يعني عملية ديفيوجن عملية الانتقال والجاز إكسجينج ما بتصير إلا بوجود لازم يكون في عندنا كابلاري ولازم يكون في عندنا الألفيولاي أوكي؟ هلأ الألفيولاي نفسها هون فيها ثري تايبز أوف سيلز أول سيلز حكيت لكم ذكرت لكم إياها قبل سريع اللي هي الماكروفيج ماكروفيج أو بتسموها دست سيل الدست سيلز أو الماكروفيج هاي موجودة بحيث إذا في بارتيكلز هربت من اللي فوق من الميكانيزم يعني أوف بروتكشن اللي فوق وهربت لتحت تواجهها هي سواء كانت امفكشن أو سواء كان باكتيريا الفيروس أي بارتيكلز موجودة تسويل انقلفت أوكي؟ فأول خلية اللي هي الماكروفيج في بضل عندي تو تايبز أوف سيلز في عنا تايب ون وفي عنا تايب تو أوكي؟ تايب ون احنا منسميها نيمو سايت نيمو يعني هو احنا منحك عن رسبيراتوري سايت يعني خلية فعنا نيمو سايت تايب ون فعنا نيمو سايت تايب تو أو تايب ون أو تايب تو اوكي؟ اي اشي نسميات هاي صحيحة اوكي؟ تايب ون هي المسؤولة عن الغاز اكسشينج تايب تو ما لها دخل ابدا بالغاز بالغاز اكسشينج تايب ون هي اللي بتكون والله موجودة وبتعمل التبادل مع التابليريز وتعمل تبادل الاكسجين وCO2 اوكي؟ بينما تايب تو ما لها دخل ابدا بالغاز اكسشينج عشان هيك الحمد لله انه المست كومون والموجودة اكتر اشي موجودة على طول الالفيولاي اكتر واحدة اللي هي تايب ون موجودة بكثرة اكتر من تايب تو تمام؟ هلا بحكي لكم تايب تو شو وظيفتها بس اللي بدي اياكم تعرفوا انه احنا في عنا 2 types 3 types of cells تمام؟ وفي عنا من رحمة ربنا انه تايب ون هي المست كومون وفي عنا التايب تو طيب تايب تو ليش موجودة؟ اذا في عنا ماكروفيج بتعمل انقلف للدست وموجودة عندي تايب ون للغاز طيب تايب تو شو صفت؟ شو بتعملنا؟ هلا الالفولاي مش انا قلت لكم انه هيك شكلها هي اوكي هلا هاي الالفولاي من جوة بتحيطها هون هي مغطية بكوت مكون من وترفين بتخيلوا انه هذا مي تمام؟ هلا اخدوا انسبايريشن لما تاخدوا انسبايريشن بتحسوا ان القصيبات والالفولاي كلها بتفتح ما في مشكلة بس هلا احاولوا تاخدوا اكسبايريشن اعملوا طلعوا الهوى لبرا ف من نعمة ربنا موجود عنا اشي اسموه سيرفاكتنت ليش لانو تخيلوا انه هون قلت لكم عبارة عن مي صاح بتغطيها هون وانتو اخدتوا انسبايريشن حكينا ما في مشكلة لما تيجوا طلعوا الهوى تعملوا انسبايريشن والنقد في برشر بالتالي هاي كلها رح تكمش لانو هدو لكلها موتر وبيحبوا انهم يلزقوا على بعض اوكي فاتخيروا انو الالفولاي صار لها كلابس انكمشت وبالتالي وانس انو صار في كلابس الالفولاي كتير صعب انها تنفتح ممكن تحتاج ل تنفس اصطناعي هاي الأشياء عشان انها تفتح فبالتالي من نعمة ربنا انو في عنا اشي اسمو سيرفاكتنت هذا سيرفاكتنت هو عبارة عن لبد هذا بيجي هيك يغطي هون بيغطي وين فوق طبقة المي الموجودة وبالتالي انتو دايما احنا بنعرف انو المي بفكرها اللبد اللبد لا يذوب في الماء فبالتالي بتضلها محافظة على انو الالفولاي ما يصير لها ايش ما يصير لها كلابس ما تنكمش فتايب 2 هي المسؤولة انها تفرز لهذا السيرفاكتنت ولولاها بصير في عنا كتير ديزيز فالسيرفاكتنت هي بتغطي عنا الواتر فيلم عشان تمنع كلابس وخاصة في ففي كتير اطفال بنولده وفي عندهم مشكلة بي السيرفاكتنت بصير في عندهم مرض اسمه لدرجة انو البيبي بيضل عتنفس اصطناعي وما بدر يتنفس منيح وممكن ينتهي برسperatory failure وممكن ينتهي بفشل بالتنفس اصلا تمام فضروري تعرفوا كل خلية شو الفائدة تبعتها وشو الفونكشن وليش موجودة وين موجود اكثر من التاني هلو هون نفس اللي قلت لكم اياه هون الالفيولاي طلعوا هون هاي في عنا براس ميمبي راح تشوفوه زي كأنه تبع الكابلري هو نفسه تبع الالفيولاي ولكن هما مش نفس البيسمنت ممبرين هما البيسمنت ممبرين مختلف ولكن تسولي فيوز توجدر مبينين زي كانهم اشي واحد وبالتالي هاي من نعمة ربنا ليه ما زود ربنا المسافة بيناتهم عشان ما تصعب عملية الجاز اكسجينج ابدا هاي هون قلت لكم عنه تايب وين تايب تو وبرضو عنا البلمنوري الويلر ماكروفيج اللي هي الدست سيلز تايب وين هي موجودة اكتر 95 بالمية هون موجودة 5 بالمية هلا في عنا الماكروفيج بالاضافة رح ألاقي فيه ماسلز ليمفوسايت في عنا بلازما سيلز بحالات اذا صار في عندي اي اليرجي اي اشي يكونوا دايما نستاند باي وجاهزين اوكي فهاي صورة كمان بتبين اول اشي هاي هون عنا الماكروفيج هيك بتكون واقفة عجنب اوكي هدول القص الصفر اللي مش موجودين كتير هدول تايب تو طلعوا لي هون طلعوا هون 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 كل واحدة جنبها ايش هاي هون في عندي انا كابلاري ماشي فالكابلاري جنبها دايركت بلاقي تايب وين هاي تايب وين بلاقي جنبها مين الكابلاري وكيف نعمل غاز اكسجينج وجود الكابلاري كتير مهم هاد التايبلز بعطيني ايج ريليتد تشينج بالالفولار نومبر والسيرفاس ايريا بالهيومن لنج طبعا انتو لازم تكونوا عارفين انو احنا بنحتاج دايما سيرفاس ايريا اكبر عشان يصير في عندي اكبر قدر من التبادل الاكسوجن بين السي اوتو والاوتو تمام طبعا اكيد الواحد لما البيبي لما ينولد مش زي ما يكون قد عمرنا هلا تمام لا بالنمبر الفولاي ولا بالسيرفاس ايريا ولا بالسكن سيرفاس ايريا اوكي فكل ما احنا كبرنا بالعمر كل ما النمبر الفولاي بزيد بس على 8 سنين طلعو من 8 سنين للأدلت بثبت عدد الالفولاي اوكي هلا السيرفاس ايريا برضو كل ما احنا كبرنا بالعمر بزيد والسكن سيرفاس ايريا نفس الفكرة هاد السلايد مش موجود عندكم محاضرتكم اليوم انا حبيت احط لكم اياه المصطلح اللونج اسينس اللونج اسينس اللي هو هاد كله طلعو كيف هاي الاشياء الفولد الموجودة هاد كله هاد الشكل كله احنا منسمي اسينس هو عبارة التعريف جبت لكم اياه انه الاند افتير من البرونكيول اند لونج مارك ذا بيجين اف بلمانوري اسينس دات انكلود رسپيراثري البرونكيول الافيولاردوكت الساك والالفيولاي هاد كله عبارة عن الاسينس اوكي لقدام بالباثولوجيا حتاخدوا اشي اسمه سنتري اسينر وفي عنا بان اسينر البان اسينر يعني كل الاسينس هاد الموجود مش منطقة محددة طلعو هاد كله تسول بيرمننتلي دايليتد طلعو كيف هيك نافخ المفروض يكون هيك المفروض يكون هيك تمام الو كويل شي معين لكن اذا فجأة صار هيك طلعو هيك بيرمننتلي دايليتد خسر الشكل تبعو هاد انا بسميه امفيزيما امفيزيما صار عندي انا رح تحكو رح تشوف لقدام شو معنى امفيزيما ولكن اذا اسمعتوا كلمة سنتري اسينر معناها او بان اسينر بان يعني كل الاسينس لكن سنتري اسينر طلعو هون من النص صارت المشكلة رسبايرت ربرونكيون الالفولار صار فيها مشكلة لا طلعو نفس شكلها صار من النص سنتري اسينر هاي سنتري اسينر امفيزيما هاي ريليتد كتير مع ريليتد لديزيز اللي هو الفا وان انت تريبسن ديزيز اوكي اخر شي رح احكي لكم عن اللونغز خلصنا كل التريكيا وحكينا عن الزونات وحكينا كيف نفرق بناتهم حكينا عن الالفولوس هلا نحكي عن اللونغز سريع طبعا انتو بتعرفوا انه في الكارديو فاسكولر في عنا اللونغ كل واحدة بغطيها غشاء اوكي فمستحيل ان يكون في عنا حتى الابدومنز في عندهم بريتونيوم فدايما لازم يكون في عنا غشاء بغطي الورغانز اللونغ في عندها طبقتين بغطوها في عنا الفيزرال باللورل في عنا برايتال باللورل لو تيجوا تمشوا الاشي دايما اللي ملزق بالالورغانز بيكون كتير فيزرال فيزرال هو دايما اللي جوا اوكي فيزرال باللورل لو تيجوا تمشوا معوه هذا مش عبارة عن لير لحاله طلعو بمشي هيك في عندي فويل وبعدين يعطين اللي بره اللي هو باللورل اوكي فاحنا عنا تو لاير هو الفيزرال والبرايتال اللي بره البرايتال بره من اسمه بره برايتال يعني بره والفيزرال هو اللي جوا البرايتل باللورال بيميزه إنه هو مليان بلاد فيزلز أوكي فاللي صار عنا إنه هاي فيه لير اللي هي البرايتل وبعدين فيه عنا إيش الفيزرال فيه بيناتهم space هذا بسمي برايتل space إذن إحنا نحكي عن باللورال في عنا فيزرال في عنا برايتل في عنا اللي هي برايتل باللورال هون الspace اللي بيناتهم منسميه برايتل space هاي البرايتل space ما بتكون هوا ما بتكون فاضية ولا بتكون معبية مي بتكون فيها fluids هذا الفلود مش سائل كتير لا هو ثك شوي بس إله يعني كاركتر معين لازم يكون من عشرة لعشرين أم ألب ممنوع يزيد عن هيك وممنوع ينقص فهذا الفلود ما بيكون مي مي بيكون شوي thick لازم ما يكون فيه إله لون مش يطلع هلأ يلو يلو ولا يكون red تمام لأنه إذا صار هيك هذا الدليل أنه صار في عندي مرض معين فهذا البرايتل space لازم يكون فيه 10 إلى 20 ml لأنه تخيلوا أنتوا عم تاخدوا نفس وتطلعوا فرح يصير في عنا إحتكاك ما بين عنا الملنك مع الثراثي الكافيتي رح يصير في عنا إحتكاك تمام فعشان نمنع هذا الاحتكاك فخلينا انه يصير في عنا هذا الفلود تخيلوا انه ما في عنا هذا الاسباس وصار وانتو اخدتوا نفس وصار في عنا احتكاك هذا الاحتكاك دايماً بيعمل بين فاحنا بالامراض في امراض معينة احيصير في احتكاك باللنغ بالبلورة والاحتكاك اشي جداً زيء تمام فاحنا عشان نمنع الاحتكاك نمنع انه اذا صار يعني اي مثلاً ترومة خفيفة او اشي يصير في دمج للنغ فهذا الاسباس موجودة من رحمة ربنا اوكي فهذا الاسباس عرفنا قدين فيه لازم لون معين لازم الكوانتيتي معينة اوكي هلا وانس انه تخيلوا انه اتعبى مي 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 يعني مش الفلود النورمال الموجود لا اتعبى مي يعني بدرجة كبيرة هذا بسميه باللورة احنا منحكي عن باللورة منحكي عن اللونج إفيوجين البلورة الإفيوجين عادة هاي بتصير أكلميليشن أوف الفلود بهذا الاسباس سواء كان هذا الفلود إكسوديت إكسوديت يعني صار في عندي انفلميشن نتيجة الإنفلميشن صار في عندي فلود وصار إكسوديت يعني صارت الخلايا بيرميننت أكتر البرميبليت تبعت الخلايا صارت أكتر صارت تطلع مي أكتر أو في حالة ترانسوديت ترانسوديت يعني في حالات الماليقنسي في حالات عجز القلب فهاي ممكن تعملي إفيوجين فباختصار إذا تجمع عندنا مي اعرفوا يعني يور لفل إنه إذا تجمع مي فإحنا منسميها باللورال إفيوجين هو اسمه براية الاسباس إذا والله أو باللورال إفيوجين والله إذا تجمع مي هذا إفيوجين تخيلوا إنه صار في مثلا حدا طعم حدا أوكي بالسكين ودخل هوا المفروض ما يكون في هوا فإحنا منسمي نيمو نيمو هوا ثوركس عشان اللنغ فنيمو ثوركس هي صار في عندي هوا بهذا الاسباس وهاي النيمو ثوركس is a top emergency يعني هاي بتشوفوها في الاي سي يو كمان يعني جدا بتخوف فإذا كان في مي عندنا إفيوجين فعندي هوا نيمو ثوركس آخر إشي إذا في عندي بلد في حالات الطعن في حالات الدرومة في حالات الكر أكسيدنت وكان يصير في بلد أب أوف بلد وبالتالي منسميها هيمو هيمو من الهيم من البلد وثوركس لنغ فهيمو ثوركس وبرضو هاي الكيس جدا بتخوفني هيك منكون خلصنا محاضرة اليوم إن شاء الله تكون خفيفة لطيفة أي إشي ما استوعبتوه حسيتو أنه فيه إشي دفكت في إشي معين بعتولي دايريكت على جروبنا على التليجرام وإن شاء الله منجاوبكم إن شاء الله رح يكون كل ما نقطع محاضرتين رح يكون فيه أسئلة على المحاضرات عشان تكون أبديتد ما تنسوا إنه تدرسوا الفيسيو دايماً أول إشي وإن شاء الله محاضرة محاضرتها رح يكون نازلة لكم ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر